هياكم الله من جديد دكتور كيف نأخذ هذا المثال اللي قلناك بالفاصل كمدخل لإعادة فهمنا للإعجاز أنه أعظم أعظم وأعمق وممتد مما أو من بعض ما يقابله بعض ما هو مدون هلأ هو من مثله صلب صورة أما مفتريات عشرة هتبه واضح ليش طيب كيف تحداهم بالمفتريات أليس الافتراء سهلا لا مفتراء بس ممكن يجيبوا ثمتين بما أنها مفتريات لكنهم لا يمكن أن يتوبع عشرة يعني اتبه ها هو شؤال بالمفتريات هلأ هلأ عشر بس بقى صورة أو مفتريات مرة بيقول لك فتو من استطعثم بالله مرة بيضوا فتوسوا هدائكم أما حطع القرآن كله الانسوليشن هنتبه واتقال قلت أنا اشتعبت الإنسوليشن أنا هي تلوث لهذا القرآن أما واتقال ودعو سهداكم يعني أمي جمج جمعة نعم المفتريات هي قانون بستور معروف أنه قانون بستور اكتشف الجرسيم والهدى صارق حقيقة موضوعية معروفة نعم لخصف سطر سوف تظهر الجراثيم التي السطر أنه أنا أنه هي تأليفي بينما هي هي لا بينما هي واقع هي واقع لأنه أنت يفترع لأنه هي موجودة يعني ما عم تكذب يعني بالإفترع ما عم تكذب أنه أخذت يعني أنت لو أخذت قانون تطور الجنين وصغطه بالآية ثم زعلنا المفتريات وحلقنا العلاقات المضادة وحلقنا المضادة وحلقنا المضادة ثم كسلنا الإضاءة أنه علم الجنين هل هو مجلدات تلقصه بصصر هاي المفتريات أديش طلاب لا هذه المفتريات اللي هم بإمكانهم أن اللون عشر اللي تحداهم فيها عقون من نواته بعشل الصور المفتري نعم طيب طيب وين تقع المشكلة في الافتراء إذا كان الافتراء واقعا إذا كان إذا كان أنت بدك تجيب 30 قانون طبيعي شو بدك تعرف 30 قانون طبيعي اللي حتى تصيغهم وصيغهم بصطر يكون سطر مئة بالمئة دق ما في مجال يعني بدك تصغلي قانون قوانين بسطور بدك تصغلي نظرية نسبية بصطر بدك تشتغلي قوانين نيوتون بصطر وطيب بينما حينما تحداهم في غير المفتراء تحداهم بواحد طيب وصحة الفرق بيناتهم واضح طيب الكل والتحدي بالقرآن ليش لأنه بالأحكام سؤال ما تحداهم بالعكس أنذرهم فويلوا للذين يكتبون الكتابة بأيديه ثم يقولون هذا من عند الله فويلوا يعني في الأحكام كان هناك تحذير طبعا بينما في القرآن هناك تحدي كان الله بس ليش ما انتبهتوا عليها